موسيقى وساطة ألمانية لحل الشد بين اليونان وتركيا شرق المتوسط تجاوزتها اليونان ووقعت اتفاقية لترسيم المنطقة التجارية البحرية مع مصر استدعى ذلك ردا تركيا بعودة عمليات التنقيب المعلقة منذ الشهر الماضي تسير السفينة التركية أوروتش رئيس محاطة باستعراض للقوة في مياه صارت عرضة للتقاسم باتفاقيات متضاربة بين الدول المتشاطئة وتحمل أمواج المتوسط ما هو أكثر من تنافس على مصادر الطاقة مناكفات تاريخية تحالفات عسكرية شراكات تجارية وصراعا على النفوذ يمتد أبعد من شواطئ المتوسط أهلا بكم في مؤشر الحدث إذن تجدد في التوترات بين تركيا واليونان مرة أخرى ولسبب ذاته خلال عام واحد إثر توقيع الأخيرة اتفاقية مع مصر تقضي بترسيم الحدود بين البلدين ومشهد لسفينة تركية في مياه شرقي المتوسط تجري مسحا زلزاليا جعل أثناء في حالة تأهب ما دفع رئيس حكومتها للدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لدول الاتحاد الأوروبي عن التوترات الحاصلة بين تركيا واليونان نتابع هذا التقرير مياه المتوسط الدافئة تشهد سخونة متصاعدة في أعقاب التوترات الحاصلة بين الدول حولها تركيا واليونان الحليفان في الناتو والندان تاريخيا تنظر مؤشرات العلاقة بينهما اليوم بأزمة حادة قد يتسع مداها ليشمل الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي تركيا التي أعلنت إرسال سفينتها عروج رئيس لإجراء مسح زلزاليا في مياه المتوسط قبالة سواحي الأنطاليا وغربية قبرص وجزيرة كريت اليونانية أكد وزير خارجيتها أن بلاده ستدافع عن حقوقها وحقوق قبرصة تركيا بالتنقيب عن الثروات الطبيعية الواقعة ضمن الجرف القاري التابع لتركيا في شرق المتوسط بينما دعا الرئيس التركي أردوغان دول البحر المتوسط إلى عقد اجتماع موسع تحدد خلاله صيغة معتمدة لاقتسام الموارد في تلك المياه اليونان بدورها حثت تركيا على وقف الأعمال غير القانونية وصفة خطوة تركيا بالاستفزازية والتي تقوض السلم والأمن في المنطقة على حد تعبيرها بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني عن دعوة لعقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي لبحث آخر التطورات شرق المتوسط وتدعياتها اتفاقية عديدة تمت خلال الأعوام الماضية بين الدول الشرقي المتوسط حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون الاقتصادي كان آخرها الاتفاقية المشتركة بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية التي رأى التركيا أن لا قيمة لوجود تلك الاتفاقية وأنها ستتصرف وفقا لذلك المفهوم مشهد مركب لتوترات بين دول الشرقي المتوسط قد تصل حد الصراع على ثروات تلك المياه وربما ترسم في تفاصيلها شكلا جديدا من التحالفات الدولية تخسر خلالها دول بعض نفوذها على حساب دول أخرى أو ربما تجد الحلول الدبلوماسية طريقها بين تلك الدول فالمياه بطبعها لا تقبل الاشتعال للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي في السودية الأستاذ في العلاقات السياسية والدولية الدكتور سمير صالحة ومن جزيرة كريتا اليونانية أستاذ العلوم السياسية والتاريخ في جامعة ألباندو في أثناء دكتور عارف العبيد ومن الدوحة أستاذ القانون البحري في جامعة قطر الدكتور صلاح زين الدين أرحب بكم جميعا وأبدأ معك دكتور عارف كانت الأمور هادئة إلى حد ما أثناء الوساطة الألمانية ثم ذهبت اليونان فجأة إلى مصر لعقد هذه الاتفاقية ما هو الدافع لذلك؟ بصراحة الأمور لم تكن هادئة كانت هادئة اليوم أو يومين أو أسبوع ولكن بشكل عام الجو بين اليونان وتركيا من المتوتر وتحديداً من ذلك أعلقت عمليات التنقيب على أقل تقدير صحيح ولكن هذا المستجدد له علاقة مباشرة بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود الجزئية بين مصر واليونان الأمر الذي اعتبرته تركيا تهديداً لمصالح القومية بالمقابل اليونان تقول أنتم وقعتم مع ليبيا ونحن وقعنا مصر هذا شيء طبيعي ويقع ضمن حقوقنا السيادية فلماذا تعترضون؟ يعني جاء هذا أثناء محاولات التفاهم هل حدث شيء ما لإيقاف هذا التفاهم؟ لأنه كان هناك خلاف معين أدى إلى هذه النتيجة بتقديرك طبعاً هي الخطوة الألمانية من أجل حل النزاع التركي اليوناني بدأت صحيح قبل شهر ولكن اليونان رغبت بكل صراحة وبمساعدة مصرية أن تذهب إلى طاولة المفاوضات مع تركيا وفي جعبتها سلاح تفاوضي تستطيع به يعني أن توازن كفتها مع تركيا الإقليمية في مطقة الشرق الأوسط يعني هناك إحساس لدى اليونان بأن هناك تفاوضة في القوة بين الطرفين رغم أنها تعرف أنها مدعومة أوروبياً باعتقاد هذا الإحساس موجود لدى اليونان ولكن اليونان رغم قدراتها المحدودة ما مستعدة لمواجهة أي أخطار بكل صراحة لأن اليونان صحيح لديها جيس صغير ولكن هذا الجيش له تدريب وتكنولوجيا الناتو ومستعد لمواجهة أخطار قوية يعني هما تركيا واليونان عضوان في الناتو أيضاً أود منك نقطة أخرى في هذا السياق هل معروف ما هو مضمون الاتفاق الذي جرى بين اليونان ومصر لأنه ضجيجاً إعلامياً أثير والكثير من التصريحات والتبركات والتهاني هل نعرف تحديداً ما الذي دار بين البلدين أولاً هذا يعني تحديد جزئي للحدود البحرية ثانياً كشف بأن حتى اليونان قامت بتقييم تنازلات لمصر فيما يخص المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر اليونانية بالتأكيد لأول مرة بدأت تتضح معالم وجهة النظر اليونانية وهي عدم الاتصال البحري أو فقدان من خلال هذه الاتفاقية الاتصال البحري كما كانت ترغب الحكومات اليونانية في تطبيقه بين قبرص واليونان هذه النقطة النقطة الثانية لم تتطرق هذه الاتفاقية إلى قلب الموضوع وهي جزيرة صغيرة بين اليونان وتركيا وهي جزيرة كاستلوريزو التي طالب اليونان بأن تكون لها منطقة خالصة هذا الاتفاق بكل صراحة يعني يفتح الباب لعدم حيازة هذه الجزيرة على هذه المنطقة الخاصة طيب هو أصلا الخلاف الأساسي بين الطرفين هو ربما على موضوع الجزر ومحيطها البحري دكتور صلاح ماذا يعني الترسيم الجزئي للحدود يعني ماذا يفرق عن حديثنا عن ترسيم للحدود البحرية بشكل كامل نعم أول شيء مساء الخير وسلام للجميع وشكرا أستضافي أهلا واقع الحال أنه اتفاق مبدئي عادة يعني النزاعات الدولية وهذا النزاع البحري القائم بين هذه الدول عادة ما يتم تفاهم مبدئي ويسمى اتفاق مؤقت بحيث يوضع فيه أفكار نقاط الاتفاق وبالتالي يتفق عليها ثم يطور هذا الاتفاق إلى اتفاق دائم فإذا نجحوا في ذلك هذا برجع لحسن النواية من الأطراف ومن ثم يطور هذا الاتفاق من اتفاق مبدئي مؤقت إلى اتفاق دائم ومن ثم يصير الترسيم النهاية حسب الحيثيات التي تعتمدها الأمم المتحدة في هذا الترسيم في نقاط فنية جدا في عملية الترسيم المقاسات والمسافات والمسائل هذه ولذلك الخطوة الأولى تفضل إذن الخطوة الأولى هو اتفاق مبدئي مؤقت يتحول إلى دائم في حالة التواصل إلى نقاط إزالة النقاط الخلافية بين الأطراف في النزاع البحري القائم حاليا بين دول شرق المحرم المتوسط المشكلة فيهم الميزة أنهم كلهم في الهم شرقه وخلق هذا النزاع لأسباب قد تكون تاريخية اقتصادية واقعية جغرافية بحكمها أكثر من عامل بدخل فيها العامل السياسي هو العامل الغالب على هذا النزاع هذا النزاع بحري معقد نزاع بحري مهم يعني كأني فهمت من الدكتور عارف بأن اليونان تنازلت بعض الشيء لمصر من خلال هذا الاتفاق المبدئي هناك بعض التحليلات تذهب إلى أن مصر هي التي خسرت الكثير باتفاقها مع اليونان على عكس ما تتحدث عنه تركيا في الطريقة التي تتعامل فيها مع موضوع ترسيم الحدود كيف تشرح لنا هذه النقطة؟ السؤال إليا أستاذي نعم دكتور صلاح نعم هو حقيقة موقف مصر موقف مستغرب للسببين السبب الأول أنها خسرت كثيرا بهذا الاتفاق يعني مساحات واسعة من المنطقة البحرية التي كانت ممكن أن تكون ضمن سيادتها ضمن مياهها خسرتها بدون أي مقابل من اليونان هذا أولا اثنين يبدو أن الدافع للحكومة المصرية بسرعة إنجاز هذا الاتفاق يعود للمناكفة مع الدولة التركية للخلافات الموجودة بينهما بمشكلة ليبيا أو بالصراع الليبي تبدأني أستوضح هذا وكذلك في مناطق أخرى فلذلك يبدو نعم أعذرني هناك مشكلة في تزامن نعم الدافع سياسي لمصر الدافع سياسي يبدو أكثر من أنه أمر آخر دكتور سمير الموقف المصري بماذا هو مرتبط تحديدا لسيما بالمعطيات التي ذكرها دكتور صلاح والمتعلقة ربما بزيارة عقيلة صالحة الأخيرة إلى القاهرة وما يجري من أجل سرطة الجفرة تحديدا صحيح مساء الخير للجميع أولا أهلا بك يعني نقطة أولى برأيي أن الأزمة في التعامل مع الموضوع تسليم الحدود البحرية بين تركيا واليونان لم تبدأ مع دخول ألمانيا على الخط باتجاه التهدئة وربما المساعدة على حوار بين البلدين هذه الأزمة بدأت تحديدا عام 2003 عندما بدأت قبرص اليونانية توقيع اتفاقيات ثنائية باتجاه ترسيم الحدود البحرية وبعد ذلك وجدنا أن هذه الاتفاقيات بدأ عددها يتزايد ودول متشاطئة أيضا في شرق المتوسط تذهب بنفس الاتجاه إذن الأزمة بدأت عام 2003 تقريبا في مسائل ترسيم الحدود وتفعلت ووصلنا إلى هذه النقطة نقطة ثانية الأزمة بالنسبة ليونان وتركيا هي ليست أزمة تنافس أو صراع على الطاقة أو الغاز بالدرجة الأساسية الأزمة هي أزمة تعود إلى خلافات كما تعرفين ثنائية وأقليمية كثيرة يعني بينها موضوع جزيرة قبرص الجزر في بحر إيجا موضوع التحديد للأرقام في المياه الإقليمية مسألة منطقة الجرف القاري أكثر من مسألة تدخل على الخط نقطة رابعة أيضا بإختصار حتى لأوطيل أثب باتجاه العنوين أنه الآن بعض اللاعبين نعم يريدون أن يستفيدوا بشكل أو بآخر ليس فقط من التوتر التركي اليوناني بل حتى من التوتر التركي المصري في التعامل مع موضوع شرق المتوسط نعم المناكفة السياسية موجودة لكن الأهم من كل ذلك أنه في عنا في تركيا شعور حقيقي أنه في عملية اصطفاف ليس فقط مسألة مناكفة سياسية اصطفاف إقليمي ضد تركيا ومصالحها متى بدأ هذا الاصطفاف؟ بدأ مع منتدى الطاقة السباعي الذي لم تدعى إليه تركيا كما تعرفين ثم استمر مع المنتدى كان فيه دول ليس لها شواطئ أصلا مع المتوسط صحيح في شرق المتوسط ليست موجودة في شرق المتوسط النقطة الثانية هذا الخلاف تزايد مع اللقاء الخماسي البيان الخماسي جزة التعبير الذي أيضا وقع في القاهرة منتدى القاهرة كان البيان السباعي التأسيس البيان الخماسي أيضا في القاهرة والملفت فيه كان أنه كما أشرت أنت أيضا في دول الإمارات وقعت تريد أن تصفي حسابات مع تركيا فرنسا مثلا كانت جزء من هذا البيان الخماسي فنظر إليهم تفصيلا دكتور يعني مواقف كل هذه الدول هل كان هناك بوادر تفاهمات تركيا روسية في ليبيا تخشى منها القاهرة فتحاول الضغط على تركيا بشكل الاتفاهمات التركية الروسية نعم موجودة لكن ليس في شرق المتوسط هي بدأت تحديدا في موضوع الطاقة كما تعرفين موضوع نقل الطاقة خطوط الطاقة بين تركيا وروسيا نقطة أولى التنصيق الاستراتيجي في ملفات ثنائية وإقليمية أيضا بين البلدين يعني هذا التقارب والانفتاح التركي الروسي نعم كان نقطة أزعجت وأقلقت البعض لكن عملية الرد على التقارب التركي الروسي كانت برأيي فيها الكثير من الأخطاء التي ارتكبت في شق الاستراتيجي للتحليل لماذا؟ لأنه ذهبت بعض العواصم بإتجاه لعب أوراق لعواصم غير موجودة في شرق المتوسط وقبلت أن تكون جزء من مخطط أو من تركيبة تعادي مصالح دول المنطقة البيان الخماسي مثلا الذي صدر في القاهرة ملفت جدا يعني الإمارات توقع بيان تقول فيه مثلا أنه على تركيا أن تحترم الأجواء اليونانية وأجواء قبرص اليونانية ما علاقة الإمارات بالأجواء سأعود إليك بهذا السؤال تحديدا لأن هناك تقاربا ما بين أثناء وأبوظبي بكل حال دكتور عارف يعني كما تفضل ضيفي هنا كمناكفات سياسية هل تعتقد أن هناك ضغوط معينة تطبق على اليونان من أجل مزيد من التصعيد في هذه المنطقة؟ هو سؤال مهم جدا الضغوطات التي تتعرض لها اليونان هي ضغوطات كبيرة اليونان هي بلد صغيرة وعانت من أزمة اقتصادية كبيرة حتى هذه اللحظة لم تتجاوزها وحاولت الانفتاح على دول كثيرة من أجل تجاوز هذه الأزمة من هذه الدول هي إسرائيل طبعا أمريكا تلعب دور قوي في القرار اليوناني فهي مستعدة على أن تساعد حكومات في النهوض وحكومات أخرى في الصفوط دور روسيا ينحصر في المنطقة الشمالية في اليونان عن طريق دور الكنيسة وبعض التجار الكبار هناك دور إسرائيلي صاعد وبقوة في اليونان والآن هناك تيار عربي يتمثل بحكومة الإمارات العربية والسعودية ومصر والبحرين مساند للحكومة اليونانية وباعتقاد الهدف منه فقط تصفيد حسابات لا غير نعم إذن مجموعة من الدول ربما لها مصلحة في المزيد من التصعيد والمزيد من السخونة في شرق المتوسط دكتور صلاح أريد أن أعرف منك وجهة نظر القانون الدولي يعني عندما يكون هناك اتفاقات ثنائية أو حتى اتفاقات متعددة الأطراف كيف ينظر إليها دوليا؟ هل يكفي ذلك؟ هل يجب عليهم تسجيلها في الأمم المتحدة؟ كيف يجري حل خلاف كهذا؟ نعم هذا هو السؤال المحوري في الموضوع لأن الموضوع له جانب قانوني جدا والمرجعي في حله يجب أن تكون قانونية وفق مبادئ الأمم المتحدة ووفق مبادئ قانون الدولي ووفق قانون البحار هل الاتفاقيات الدولية؟ الاتفاقيات عبارة عن عقد بالنتيجة هي عبارة عن تراضي بين طرفين دولتين تصير اتفاقية ثنائية أو اتفاقية جماعية تكون أطرافها أكثر من دولة طبعا حتى الاتفاقية تكون صحيحة ووفق القانون الدولي لابد من توافر الشروط الشكلية والشروط الموضوعية الاتفاق الثنائي عبارة عن تراضي بالدرجة الأولى يوقع من الأطراف وهذا الاتفاق بيكون في حد ذاته ملزم فقط لطرفيه فقط ولا ينصرف أو آثاره لا تنصرف أو لا تلزم أطراف أخرى أما الاتفاقية الدولية التي فيها مجموعة من الدول زي قانون البحار اتفاقية قانون البحار هذه ملزمة للجميع هنا الفرق بين الاتفاقية الثنائية والاتفاقية الجماعية طبعا الاتفاقية سواء كان ثنائية أو جماعية بترتب التزامات يعني غير الطرفين هناك أيضا دول قد تكون معنية بهذه المساحة التي نتحدث عنها في البحر كيف يجري تجاوز خلاف كهذا بالتأكيد المرجعية هنا ستكون إذا الاتفاقية الثنائية ما استطاعت الأطراف للتعارض بين هذه الاتفاقيات أو تضارو المصالح ولم تكن الاتفاقيات الثنائية مرضية للأطراف الأخرى بد يظل نزاع قائم ولذلك بصير الحل لهكذا نزاع بحري معقد وقوي وبين دول كثيرة لا بد من العودة تحت مظلة القانون الدولي مبادئ القانون الدولي بتعطيق الحل للدول كلها ولكن لا بد حتى يصير حل وفق مبادئ القانون الدولي اللي هو من حيث احترام السيادة واحترام الحقوق وكل المسائل المعروفة في مبادئ المتفاق الأمم المتحدة وكذلك حسن الجوار والالتزام لاتفاقيات وأهم شيء حسن النية وليس سوء النية حسن القصد وليس سوء القصد انتوافرت هذه الأمور من السهولة بمكان بين الأطراف الجلوس معا أو الذهاب أو بمعنى صح تطبيق مبادئ القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نظمت بوضوح حقوق كل دولة سواء كانت على بحر الإقليمي أو على المنطقة الاقتصادية الخالصة أو حتى على الجرف نعم صحيح هذا كلام صحيح حتى أمريكا ليس منتوقع عليها عدم توقيع الدول على هذه الاتفاقية اتفاقية قانون البحار لا يعني الكثير لأنه إذا رغبت بالدخول باللجوء إليها لتطبيقها فسوف تستطيع ذلك بمعنى أنها تبدي رغبة أنها تلجأ إلى حل النزاع مع دولة أخرى اليونان مثلا من خلال أحكام هذه الاتفاقية فعملية التوقيع عليه وعدم التوقيع عليه لو موقع عليها كانت ملزمة فيها 100% لأن الدولة العضو فيها ملزمة بالالتزام بالكرام هذا يأخذني إلى نقطة أخرى دكتور هذا يأخذني إلى نقطة أخرى هل تتطابق الخرائط التي تطرحها تركيا مع الطريقة التي تعتمدها الأمم المتحدة في حساب الحدود البحرية بين الدول نعم هذه نقطة فنية تماما ولذلك هذه تحتاج إلى مراجعة الإحداثيات والخرائط وكل ما يتعلق بهذه الوثائق والمستندات التي تدعي فيها كل دولة أو تقدمها كل دولة من قبل من؟ من يراجع قطيك هذه؟ طبعا هناك لجان فنية متخصصة في هذا الموضوع فتركيا مثلا دولة صاحبة سيادة ولها الحق التام في أن يكون لها استغلال للجرف القاري الذي يخصها من المنطقة وبالتالي من حيث الاستكشاف وغيره من العمليات التنقيب عن النفط والغاز ولكن يجب أن تكون الخرائط والإحداثيات والمستندات والوثائق وكل ما يتعلق ذلك موجود ويتم فحصه من خلال لجنة فنية بممكن بإشراف الأمم المتحدة طيب دكتور سمير الموقف الفرنسي إلى أين سيصل؟ وبمن تستطيع الفرنسا تأثير اليوم لأنه كما تفضلت منذ قليل كثير من الأطراف في هذه المنطقة المعنية بما يحدث صحيح الموقف الفرنسي برأيي فرنسا هي التي تحاول أن تقود المشهد سواء كان في إيجا في بحر إيجا أو في شرق المتوسط لماذا؟ لأنه فرنسا تحاول الآن تسترد الكثير من المواقع والنقاط والملفات الاستراتيجية التي خسرتها في العقدين الأخيرين تحديداً خسرتها لصالح الصعود أو الثقل الأمريكي والروسي وتريد أيضاً أن تدعمها أوروبا تريد من الاتحاد الأوروبي أن يدعمها فيما تقوله وما تريده هذه مشكلة فرنسية بالدرجة الأساسية يمغي أن تناقش في الداخل الفرنسي أن تحسن في الداخل الفرنسي لماذا؟ لأنه برأيي الشخصية سياسة خاطئة وستكلف فرنسا على المستوى الإقليمي الكثير لأنه في الآن اعتراضات أمريكية على هذه السياسات كما شاهدنا في ملف ليبيا وعمليات إيرني كيف تصرفت فرنسا ذهبت بتقديم شكوى ووجدنا أن هذه الشكوى لا قيمة لها حاولت تحريك بعض العواصم الأوروبية في عملية إيرني وجدنا أنه وصلت إلى طريق مسدود يعني كل السياسات التي اعتمدتها فرنسا في ليبيا وصلت إلى طريق خاطئ لماذا؟ لأنه منذ البداية بنت سياسة خاطئة في التعامل مع الملف الليبي عندما رانت على المشير حفتر أعتقد أنها تخطئ أيضا في التعامل مع اليونان نحن هنا نتحدث عن ملف متعلق بالطاقة لأن الشركات الفرنسية يربما مستثمر كبير صحيح مشكلة فرنسا الآن الأساسية هي في شرق المتوسط وفي إيجا كما قلت لك أنها تحاول أن تحرك بعض العواصم الإقليمية وأن تدفعها لمواجهة تركيا بقرار فرنسي هذا لذلك أنا قلت لك هذا حدث عن الإمارات مرة تنقل ليس فقط الإمارات الإمارات مصر ربما نرى إسرائيل أيضا في المرحلة المقبلة الموقف الإسرائيلي مازال غامض حتى الآن ليس فيه وضوح كامل الأهم من كل ذلك أنه هذه السياسة الفرنسية الآن برأيي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح روسيا وهذا ما لا تعبأ به نقطة أهم أن فرنسا تحاول أن تقدم نفسها على أنه هي المحرك في المجموعة الأوروبية وتريد أن تتجهل أيضا أنه فيه انقسامات أوروبية داخل الاتحاد الأوروبي حول السياسات في شرق المتوسط وفي إيجا البحرين شرق المتوسط وإيجا لهما خصوصية خصوصية واضحة جدا على المستوى القانوني على المستوى التقني وعلى المستوى الجغرافي هذه الخصوصيات ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار عند مناقشة مسائل ترسيم الحدود البحرية هذه نقطة واضحة لا يمكن إطلاقا تجهزها الحديث عن اتفاقيات أو قانون البحار أو غير ذلك لا يكفي لماذا؟ لأنه قبل ذلك ينبغي أن يكون هناك طاولة حوار بين الدول المتشاطئة وهذا الطرح تركي هذا طرح رجل طيب إردوغان مؤخرا هناك ملف أضيف إلى الملفات بين البلدين وهو المناكفة في لبنان عن ما يبدو كيف ترى هذا الأمر لأنه أيضا مرتبط بموضوع لا أظن أن الموضوع اللبناني سيكون له تأثير فرنسا موجودة في لبنان بثقلها السياسية كانت موجودة كدولة منتدبة أيضا 1920-1946 هل ترى منافس تركيا؟ لا أظن أن تركيا تريد أن تدخل في منافسة مع فرنسا في لبنان كل طرف له مصالحه له حساباته لكن لا أظن المسألة ستتحول إلى أزمة بين البلدين في ليبيا الأزمة برأيي موجودة أساسا في شرق المتوسط في الملف الليبي وفي العديد من الملفات وهي ليست ذات علاقة بتركيا فقط بل تتعلق أيضا بتقاسم أنفوذ الأمريكي الروسي صحيح طيب دكتور عارف من النقطة ذكرها ضيفي في الستوديو موضوع أن هناك قسامة ربما أوروبيا أوروبيا ما المتوقع الآن من الاتحاد الأوروبي وهم مدعوون إلى اجتماع بسبب ما يحدث شرق المتوسط طبعا الدول الاتحاد الأوروبي لها آراء مختلفة فيما بينها وتختلف هذه الآراء حسب مصالح تلك الدول مع تركيا يعني على سبيل المثال أوضح ألمانيا لها مصالح اقتصادية كبيرة وتعتبر تركيا سوق اقتصادية كبيرة لها فمن الصعب باعتقادي أن تسهل أي عمل من أجل عقوبات قاسية تشل الاقتصاد التركي هناك دول أخرى ترغب بفرض مثل تلك العقوبات وترغب باستخدامها ضد تركيا من أجل تقليص أجنحة تركيا في منطقة شرق المتوسط وفي ليبيا وإذا كان في الإمكان في دول أخرى مثل سوريا وغير ذلك هذه الدول تتمثل الآن بالمحور الفرنسي هناك نقطة أو أن أوضحها لو سمحت لأنه عندما نقول نحن نتحدث عن قبرص وعاليونان هناك تفاوت بين السياسة القبرصية والسياسة اليونانية بعد دخول قبرص للاتحاد العربية قامت قبرص بتوزيع تراخيص للتنقيب بدون أن تعطي إجابة ما هو مصير حصة قبارس الأتراك هذا المجال فتح لتركيا الباب للتدخل بقوة في هذا الملف يعني عشر سنوات لم تكن هناك أي إجابة وهذا الأمر عرض السياسة اليونانية لانتقادات وإلى مخاطر مواجهة مع تركيا لذلك يجب فصل السياسة القبرصية عن السياسة اليونانية أما فيما يخص الموقف اليوناني في المنطقة في ترسيم الحدود فاليونان تعمل بشكل مئة بالمئة على ما يقوله القانون الدولي للبحار يعني ليس هناك أي اختراف رغم أن هذا القانون يشكل بطبيعة الوقت بطبيعة الوقت إجحاق بحق تركيا نعم كيف ترى هذه النقطة دكتور صلاح؟ يعني لأنها في صلب اختصاصك موضوع أن اليونان تستند إلى الطريقة التي تتبعها الأمم المتحدة في الأمر نعم هو موقف اليونان من موضوع مدعومة أوروبيا على ما يبدو ولذلك هي تحاول أن تحصل أقصى ما يمكن من الحصة من هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها المشكلة ليست هنا بالضبط يعني ما تفضل به للزملاء الأفاضل هو في نقاش حول المشكلة أو حول النزاع نفسه النزاع هو في الحقيقة صراع بين المصالح أتفق معهم بهذه الجزئية أن هناك مصالح متعارضة متناقضة متضاربة ظاهرة وباطنة مبهمة ومكشوفة هذه النقطة الحقيقية في الموضوع أو هذه يعني خلينا نقول الأساس هل المبادئ حل هذه المنازعات ثابتة أو مستقرة المصالح المتغيرة ولذلك تجد أن هناك أكثر من لاعب في هذا الموضوع نعم الأستاذ سمير صالحة مع حق فيما قالوا بالنسبة لموقف فرنسا تجاه تركيا لأنها أعلنت أو أعطت إشارات على عداءها لتركيا أو على الأقل على مناقضتها لموقف تركيا لكن الحقيقة اللاعب الحقيقي والفاعل بهذا النزاع البحري سيكون أمريكيا وإسرائيل الكيان الإسرائيلي بالحقيقة الظاهر موقفهم مبهمش موقفهم لا في السر والعلن الذي سيقرر الحل النهاي لهذا النزاع سيكون هو الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي بالسبب لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية زائد الكيان الصهيوني لهم نفوذ واضح في منطقة الشرق الأوسط والباقي لاعبين تستطيع أن تستثني تركيا أن لها قرار مستقل لها موقف معين وبالتالي تحارب من أجل هذا الموقف هل المحاربة مشروعة غير مشروعة؟ منافسة مشروعة غير مشروعة؟ هذا موضوع آخر سأعود إليك دكتور يبدو أن تركيا مستهدفة في إنقاص حصتها أو في تحجيمها لأسباب سياسية بعيدة عن قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة دكتور سمير قبل أن نذهب إلى الفاصل فقد أود منك تعليقا سريعا على موضوع أمريكا أين ستصطف أمريكا في هذا الملف؟ لأنها على الأقل في الشأن الليبي التحليلات كانت تقول أنهم أقرب ربما إلى وجهة نظر تركيا أو إلى ما تقوم به تركيا هناك أظن المسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي لا تريد إطلاقا أن تخسر ورقة استراتيجية مهمة في موضوع الطاقة في شرق المتوسط لا تريد أيضا أن تخسر حلفين أساسيين لها في حلف شمال الأطلسي ستبذل جهدا بإتجاه قطع الطريق على التصعيد والذهاب نحو مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وبين اليونان إلا إذا مهمة للغاية برأيي كانت هذه المواجهة مطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتخدم مصالحها هل سيكون هناك شيء من هذا؟ حتى الآن لا يوجد هذا الموقف الأمريكي العكس والصحيح تريد الدهدئة والدليل أنها نسقت مع ألمانيا بإتجاه الدخول على خط الوساطة بين أنقرة وبين أثناء وسيكون هناك لقاء قريب أعتقد يوم الجمعة بين اليونانيين نقطة مهمة أيضا ينبغي عدم إقفالها باختصار أن تركيا الآن في شرق المتوسط هي صاحبة أكبر وأطول حدود بحرية كما تعرفين 1500 كيلومتر يعني دولة بهذا الوزن وبهذا الثقل يريد البعض أن يفرد عليها ما يقوله هو في تقاسم الطاقة تقاسم النفوذ وترسيم الحدود نقطة أخيرة أيضا لنطيل موضوع نعم القانون الدولي مهم هنا وما تقوله اليونان عندما تتبنى انتفاقية عام 1982 لكن اليونان أيضا تعرف تماما أنها لا بد أن تراجع هذه الموقف وهذه السياسات عندما تتذرع بجزيرة جزيرة تم الحديث عنها قبل قليل جزيرة ميز لا تبعد عن اليابسة التركية أكثر من 2 كيلومتر تبعد عن اليونان 580 كيلومتر أي منطق أي قانون دولي أو مادة قانونية ستقول لليونان نعم أنت من حقك أن تنسب خارطة منطقة الجرف القاري بعمق أو بمساحة 40 ألف كيلومتر سأحتفظ بهذه النقطة لما بعد الفاصل إلى ضيفي من اليونان إذن فاصل القصير نعود بعده لمتابعة الحلقة أهلا بكم من جديد عود إليك دكتور عارف في نفس النقطة التي كنا نتحدث بها قبل الفاصل تشترط اليونان شروطا مع تركيا لا تقوم بتطبيقها في اتفاقيات أخرى كما جرى مع إيطاليا على سبيل المثال يبدو أنها تنازلت عن شرط الجرف القاري سيدة الكريمة أنت تعرفين بأن عندما تنطلق أي مفاوضات تحاول كل بلد رفع سقف متطلباتها وهذا ما حدث في المفاوضات مع تركيا التي لم تنطلق حتى هذه اللحظة وبناء على تقول اليونان بأن هذه الجزيرة يحق لها منطقة اقتصادية خالصة بالتأكيد هناك تيار قوي في اليونان يعرف جيدا بأن هذه المنطقة الخالصة يجب أن تكون محصورة ولا يمكن مقارنة منطقة تلك الجزيرة كاستل دوريزو بجزيرة كريت أو بجزيرة ترودوس بجزر أخرى تحتوي على عدد كبير من السكان بما يخص الموقف الإيطالي انطلقت المفاوضات بين إيطاليا واليونان منذ عام 1997 يعني بعد 43 عاما من المفاوضات انتهت بتوقيع اتفاقية ترسيم حدود نهائية بين البلدين إذن ليس الموضوع تقديم تنازلات بهذه السهلة يعني الاتفاقية كانت انتاج تقريبا أربعة عقود طيب إذن هذه الاتفاقية واتفاقيات أخرى عديدة جرى عقدها بين دول مختلفة شرقي المتوسط نتابع ملخصا عن هذه الاتفاقيات في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للقانون الدولي على قانون الغاب أحد الكتاب وصف ما يحدث بين البلدين بالغرام المفاجئ يعني ما سر هذه العلاقة بين اليونان والإمارات أظن العلاقة ليست مباشرة يعني المسألة ليست مسألة العلاقات بين اليونان والإمارات المسألة هي بالتقاء المصالح اليونانية والمصالح الإماراتية في العداء لتركيا في الاستفاف ضد تركيا هذه مسألة معروفة لكن المشكلة الأهم من كل ذلك أنه الإمارات الآن عندما يعني تبدأ عملية الاستفاف والتصعيد سيكون مطلوب منها أن أيضا أن تدخل على الخط بشكل مباشر في هذه الأزمة هي جاهزة لتحمل أعباء من هذا النوع لا يكفي يعني التصعيد في وسائل الإعلام الإماراتية أو المحسوب عليها ضد تركيا عبرة تغريدات طب ألا يكون هناك دعم أو حماس لبعض المشاريع وفشلت أضرب مثالا مثلا بالميد إيست الذي يراه كثيرون بأن تمويله قد فشل بسبب الأزمة صحيح هذه نقطة أولى نقطة أهم أنا أرى أنه الآن إذا ما ذهبنا وراء سيناريو التصعيد والأزمة وانفجار الأوضاع أنا أظن أنه الآن في مواجهات من هذا النوع مصر ستشارك بجيشها بقواتها العسكرية اليونان ستحاول أن تلعب برقة المجموعة الأوروبية تستقوي بها تحاول مثلا تحريك الحلف الشمالي الأطسي الإمارات هنا سيكون مطلوب منها أن تمويل هذه العمليات العسكرية هل الإمارات جاهزة فعلا الدخول في نقاش من هذا النوع لذلك أنا قلت لك أنه المسألة متشابكة متداخلة نعم لكن في عواصم ترتكب أخطاء برأيي ستدفعها في المستقبل لتحمل أعباء تكون ارتداداتها أكثر بكثير من الأخطاء التي ترتكبها هذا على ماذا يعتمد؟ يعني هذه الارتدادات على ماذا تستند إلى رد الفعل التركي؟ هذا مرتبط بمسار التفاهمات في الملفين في ملف شرق المتوسط وفي ملف البعر إيجا مثلا اليونان عفوا الإمارات أو مصر يعني رهان مصري على أنه هذا التقارب مع اليونان فعلا سيطيح بالاستراتيجية التركية هو رهان خاطئ لأنه تركيا بدأت منذ يومين بوضع استراتيجية تحرك جديد وكلها تحرك تصعيدي هل ننتظر التصعيدي؟ يعني اليوم تصريحات خلوصي أكار يعني يبدو أنها تخفف من حدة التصعيدي لا أظن يعني أنا قناعة الشخصية ردتها وكتبتها أكثر من مرة أنه الأمور ستثب باستمرار نحوها مسار تصعيدي توتر أكثر فأكثر تأزم أكثر فأكثر احتمال أن نرى أيضا مواجهات عسكرية ربما قد تكون محدودة بين اليونان وبين تركيا إذا ما أصرت الولايات المتحدة الأمريكية للدخول على الخط بثقلها وقطع الطريق على هذا التوتر لكن بالإجابة على السؤال الذي طرحته في نقطة في غاية الأهمية أن الرد التركي الآن بدأ يكون باتجاهات متعددة ليس فقط إرسال أوروش ريس للتنقيب مجددا ليس فقط بتسريع وتقريب تواريخ المناورات العسكرية بل في التعامل مع استراتيجية جديدة في التعامل مع الملف القبرصي تحريك موضوع مثلا مدينة غازي مكوسة وضيفك في أثناء يعرف تماما أهمية غازي مكوسة بالنسبة لقبرص اليونانية وبالنسبة ليونان تحريك مسار جديد في التعامل مع الملف القبرصي ككل موضوع قبرص التركية عندها أوراق ثقل تركيا دولة ضامنة في الملف القبرصي جميعا نعرف ذلك لذلك الرد التركي سيكون متشاعب متعدد ليس فقط يعني عسكري ميداني سيكون سياسي وأيضا بطبع اقتصالي طب بناء على ذلك دكتور عارف كيف يمكن أن نتوقع إلى أين ستذهب اليونان وهناك تأهب اليوم في الجيش اليوناني أنا أريد أن أركز على تصريح رئيس الوزراء اليونانية سيد كوستندينوس متوفاكس عندما قال بأن اليونان ترغب بالبدء بمفاوضات مع تركيا لحل هذا النزاع ولكن في حال عدم وجود أي نتيجة لتلك المفاوضات في الحاضر والمستقبل اليونان مستعدة للذهاب إلى المحكمة الدولية لترسيم الحدود بين البلدين يعني أوضح من هيك أنا باعتقادي وهذا دليل عن أن اليونان لا ترغب بالتصعيد مع تركيا هناك من رأى تصريحات المسؤولين اليونانيين في الأيام الأخيرة تصعيد وتركيا ترد على ذلك بانتظار أي تحرك عسكري طبعا بعض التصريحات تقريبا من وزير الدفاع اليوناني وبعض الجهاد باستثناء رئيس الوزراء لها علاقة بخروج تركيا بقوة للبحث والتنقيب وإجراء دراسات مسح زجالية كما ذكرتم في تقريركم اليونان الذي اعتبرته تقريبا تجاوزا لحقوقها السيادية على الرغم إذا أردت كما ذكر زميلي من قطر المنطقة الاقتصادية التي تحدد بين البلدين يجب أن توافق كل البلدين تركيا واليونان يعني لا يمكن اليونان أن تحدد مياه الاقتصادية لوحدها والعكس صحيح إذن مؤفقة الحكومتين ضرورية جدا ولذلك يجب توقيف أي عملية مسح أو عملية بحث بدون تحديد الحدود طب دكتور إذا كان هناك هذا الانفتاح اليوناني للحديث والحوار مع تركيا لماذا أوقفوا التفاهمات التي بحسب إحدى الصحف الألمانية أوقفت حربا محتملة بين الطرفين الوساطة الألمانية لماذا أوقفوا محاولة التفاهم وذهبوا باتجاه الاتفاق مع مصر هذا بحد ذاته هو تصعيد يوناني سيدة الكريمة يعني الاتفاق مع مصر باعتقاد الشخصي هناك يعني نقطتين مهمتين النقطة الأولى لم يكن إنتاج يعني اليوم أو الأسبوع أو الشهر يعني هناك مفاوضات انطلقت منذ عشر سنوات مع مصر الثانيا كان هناك بكل صراحة رغبة مصرية لإنجاز مثل هذا الاتفاق طبعا أنا لا أدري ما هي الأسباب التي جعلت التزامن ألا يعني شيئا بتقديرك؟ نعم التزامن تزامن ذلك مع الوساطة الألمانية ألا يعني شيئا بتقديرك؟ التزامن بالنسبة لليونان ليس له علاقة بالوساطة الألمانية لأن اليونان كانت تابعة هذا الشيء مفروغ منه ولكن اليونان أسرعت في هذه الخطوة أيضا رغبة بوضع يعني شيء جديد ينافس المذكرت التفاهم الليبية التركية والتي بنفس الوقت هذه المذكرة يعني تهدد حقوق اليونان في كريت انظر يعني إلى الخريطة حتى إلى الخريطة التركية الليبية هو هذا لب الخلافة على كل دكتور صلاح يعني في جزء من المشكلة بطبيعة الحال هو موضوع الطاقة هل يمكن أن ينجح أي طرف في إنتاج ونقل الطاقة في هذه المنطقة في شرق المتوسط دون موافقة وريضة تركي وفق المعطيات الموجودة الآن في البحر نعم واقع الحال هذا النزاع واضح أن الطاقة تفوح منه بقوة لأن كمية الغاز والنفط المتوقعة هائلة ولذلك بالنسبة لتركيا على سبيل المثال إذا استمرت بالتنقيب دون اتفاق مع الأطراف الأخرى وبالذات اليوناني فهي ليست معتدية تستطيع أن تقوم بذلك لأن الحق القانوني أو حقها محفوظ وفق القانون الدولي لأن مبدأ الإنصاف ومبدأ الكفاءة ومبدأ الحق كامل لها من هذه الزاوية ليست معتدية يعني الإشكالية أن الكل ينظر إلى تركيا بأنها معتدية في موقفها هي تطالب بحقها المشروع وحقها المحفوظ وفق مبادئ القانون الدولي وفق الواقع هي لا تعتدي على أي سيادة دولة أخرى ولا على مياه دولة أخرى وإنما على الحدود فقط يعني الخلاف على منطقة حدود إذن هي تستطيع أن تستمر في التنقيب فيما يتعلق في المنطقة البحرية التابعة لها له الجرف القاري دون أن تعتبر معتدية على اليونان أو على غير اليونان هل نجاح أو عدم نجاح برجع لقدراتها التقنية وقدراتها التكنولوجية الإشكالية سيدتي حقيقة الموضوع يعني كما يقال معقد جدا من زاوية الآراء والأفكار ولكنه بسيط جدا من الزاوية القانونية كل ما في الأمر حسن النواية الذي يعني الأطراف أثارت مشاكل مع بعضها البعض بلهجة ساخنة بلهجة عدائية بصرف النظر عن الأسباب والمسببات ولكن في النتيجة ليس لهم كل الأطراف كل الأطراف التي ذكرت في هذا الموضوع كل أطراف النزاع كل الدول الشاطئية سواء المتجاورة أو المتقابلة لا مخرج من هذا النزاع البحري إلا بالاتفاق فعندهم مرحلة الاتفاق أو المفاوضات يعني المعطيات التي تحدثتم بها جميع منذ بداية الحلقة لا تدل على الكثير من حسن النواية دكتور سمير أود أن أختم معك بنقطة ألا تجد أن تركيا تحمل الكثير من الملفات في وقت واحد يعني أنت ألمحت إلى أنها ذاهبة بالتصعيد ربما إلى أقصى أحد كيف ستتمكن تركيا من إدارة كل ذلك صحيح أتفق معك يعني في الآن تركيا مشاكل في التعامل مع أكثر من الملف ليس فقط مشاكل الداخل يعني مشاكل على المستوى الإقليمي أيضا لكن في حقيقة أيضا أن تركيا عندها شعور أنه في هذه الملفات الكثير من هذه الملفات حتى لا أقول كلها مستهدفة والبعض يريد أن يحاصر تركيا أكثر فأكثر سياسيا إقليميا أمنيا إقتصاديا لذلك الآن هي لبدأ أعطيكي مثال بسيط تركيا الآن هي آخر دولة ذهبت وراءها مسألة ترسيم الحدود البحرية يعني كل الدول المتشاطئة دخلت في اتفاقيات ثنائية ومتعددة الجوانب كما قلت في بداية الحديث تركيا من جديد بدأت تنسق مع قبرص التركية ومع لييا ماذا تأخرت إلى هذا الحد؟ هذا ما نحن ننتقده دائما عندما ننتقد السياسة التركية في التعامل مع هذه الملفات نقول أنها تأخرت في موضوع شرق المتوسط وتأخرت في موضوع إيجا وهذا التأخر فتح الطريق أمام لاعبين آخرين يدخلون على الأسبوع مع أوامل القوة التي تمتلكها تركيا الآن بشكل مختلف عن السابق والذي يدفعها ربما للثقة بقدراتها في المنطقة يعني تركيا ما زالت دولة تريد الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لم تحسب المسألة تركيا ما زالت جزء أساسي في مجلس الأوروبي تركيا ما زالت عضو أساسي في حلف الأطلسي عندها هذه القوة لكن في مسائل أيضا تحتاج إلى نقاش يعني طبعا ديق الوقت لن ندخل فيها موضوع الأطلسي مثلا ما هو موقف حلف شمال الأطلسي وكيف سيكون إذا ما انفجر الوضع الآن التلويح بأن اليونان تذهب إلى المحكمة العدل الأدولية هذه مسألة على مستوى القانون الدول العام ليس هاد بمثل هذه السؤالة والبساطة بإمكانها أن تذهب تفعل ما تشيء لكن القرارات التي ستصدر عن هذه المحكمة ستكون على شكل توصيات لن تكون هناك قرارات منزمة لذلك هادون على اليونان أن تذهب بخيار آخر الجلوس والتفاهم مع أنكرة أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير فنحال أستاذ في العلاقات السياسية والدولية كنت ضيفي فيها الستوديو أشكر أيضا للدكتور عارف العبيد أستاذ العلوم السياسية والتاريخ في جامعة ألباندو في أثينا وأيضا لضيفي من الدوحة دكتور صلاح زمدين أستاذ القانون البحري في جامعة قطر أشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة ونتظرونا الأربعاء القادم في موضوع جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة